وبالتالي فوزك عليها 2 واحد ياما مواجهات كبيرة جدا يعني لو بصنا التاريخ الاهلي على وجه التحديد مش بس في مواجهة الأندية المغربية وحتى في مواجهة أكبر الأندية الأفريقية من تونس اتكلم من جنوب أفريقيا اتكلم من المغرب اتكلم وهي دي الفرق اللي موجودة على منصات التتويق في العشر سنين الأخيرة يعني احنا بنلاعب مين مين كانوا خصومنا في العشر سنين الأخيرة أو العشرين سنة الأخيرة اللي حق الأهلي فيها تمانية دوري أبطال ما هي فرق شمال أفريقي غالبا يعني باستثناء النسخة الأخيرة كانت كازت شيز من جنوب أفريقي لكن افكركم وارجع فكركم في مطشاط أكتر صعوبة من مواجهة الرجاء يوم الجمعة كان الأهلي محققش أساسا الفوز على ملعبه يعني افتكروا معي مثلا 2006 نهاية تاريخي الأهلي الصفاقسي التعادل هنا في القاهرة وانك تروح تونس في وسط جماهير ماليا الاستاد بيتحتفل باللقب من قبل ما المباراة تبتدي ومن قبل ما اللعيبة تنزل ملعب تعادلنا هنا واحد واحد وكنا حطين إيدنا على قلبنا وحاسين أنه اللقب بعيد وخصوصا أنه بداية المباراة نك على أرض الصفاقسي على ملعبه وفسط جمهوره الضغط كان عليه نحن يعني أنت رايح والضغط أنت اللي مطالب بالتسجيل النتيجة دي تكفيه التسعين دقيقة بيبتديهم بأريحية كبيرة جدا واتكرر ده مرة تانية بالمناسبة مع الترجي في 2012 تعادلنا برضو هنا في القاهرة واحد واحد على ما تذكر وروحنا هناك في الترجي عملاق الأندية التونسية واحد من أقوى أندية القرى الأفريقية وكسبنا اثنين واحد محمد ناجي جده ووليد سليمان لو الزاكرة ما خلتنيش يعني مطش من المطشات اللي ما تتنسيش وبكلمكم على مباراة في الدور النهائي مش مباراة في دور التمانية يعني الدوافع عند الفريق المنافس أكبر بكتير ده بيلعب على اللقب وجاي من لقاء القاهرة الأول مرتاح نفسيا ومعنويا متفوق نفسيا ومعنويا على الملعب وبالتالي مطشات كتيرة جدا جدا و2017 برضو تعدلنا مع الترجي هنا وروح نكسبنا اثنين واحد هناك فبالتالي النتيجة ما هياش صعبة قوي ده كان نفسنا طبعا نخلص ونفنش بدري من هنا ولكنه درس مستفاد برضو درس مستفاد برضو الأهم من ده أنه التركيز يبقى حاضر وأنه الشخصية تظهر وأنه الروح في التسعين ديالة جاية تبقى في أعلى مستوياتها دي روح الفنالة الحمرة اللي احنا مستنيينها دايما وروح الفنالة الحمرة اللي بيراهن عليها جمهور النادي الأهلي والله ما مبلغة ومش عشان أنا أهلاوي عشان بحب النادي الأهلي وعاشق للكيان وعاشق لإسم النادي الأهلي لكن حقيقي الفنالة الحمرة بتلعب أي 11 راجل شايدين مسؤولية الفنالة الحمرة الفنالة الحمرة بتلعب معاه وحتى في ظروف صعبة جدا وقصية جدا قدرنا نعدي من مطبات صعبة كتير جدا ونرجع بالنتيجة لم يتوقعها أحد أنا مش بقول كده عشان أسهل المباراة أنا متوقع أنها مباراة صعبة ولكن عندنا حاجات كتيرة جدا تصبوا في مصلحتنا أولها الضغط حالة الضغط والتوتر اللي هينزل بيها أو حالة الضغط والتوتر عند كل فريق اللي هينزل بيها يبتدي المباراة إحنا ما عندناش ضغط وما عندناش توتر التوتر كله والعيب كله والحمل كله على رعيب الرجاء اللي مطالبة بداية من أنها تسجل وأتمنى وأتوقع أنه لو سيناريو المباراة إن شاء الله بإذن الله كان في مصلحتنا والأهلي سجل الأول أعتقد بنسبة كبيرة جدا حسبنا المباراة إن شاء الله بإذن الله من لحظة التسجيل لأنه يبقى الرجاء في اللحظة دي مطالب بتسجيل ثلاث أهداف في الأهلي في مباراة واحدة وده أنا مش فاكر حصل إمتى يعني مش فاكر إمتى فريق سجل في النادي الأهلي ثلاث أهداف في مباراة واحدة وبالتالي حتة الضغط والتوتر أعتقد الصبه في مصلحة النقطة الثانية فنياً بقى تعالوا نتكلم كورة يعني فرقة الرجاء دي إحنا قابلناها قريب جداً في مناسبتين مرة في نهائي سوبر إفريقيا المباراة تلعبت في قطر ومرة تانية في القاهرة المباراة التي تلعبت من أسبوع فات وأعتقد أنه أي محلل منصف هيجد أنه الفوارق على كل مستويات من ناحية المهارية ومن ناحية البدنية ومن ناحية المعنوية في صلاحنا وبالتالي أنت كفتك بحسابات الوراء والألم اللي برضو برجع وأكد بين قصين ما لهاش علاقة تماماً بالتسعين دقيقة بس دايماً لازم نقرأ ونحلل ونشوف ونعرف إحنا كفتنا أرجح في إيه عشان نعرف نستغل العوامل دي أفضل استغلال فبالتالي في المواجهتين اللي فاتوا أعتقد أنه الأهلي أعلى بمراحل في كفته أعلى بكتير أو أتقل بكتير من كفة نادي رجاء المغربي مع كامل احترام والتقدير أنا قلت لكم أنه الأهلي السنة دي بينفس الرجاء الوداد سانداونز والترجي شايف أنه دول المنافسين الأقوى اللي هم بينفسوا الأهلي على اللقب ده في القار ورغم كده أنا بقول أنه لا إحنا كورتنا أعلى بكتير جداً والمطش اللي لعبه نادي الأهلي في القاهرة هنا بتهيأ لي أعتقد هو ده الأهلي اللي إحنا كنا مستنينه يعني حتى العروض اللي قدمه نادي الأهلي في المباراة اللي سبقت مباراة الرجاء كانت فنياً دون المستوى على أقل تقدير ما كانتش يعني على مستوى طموح أو قدر توقعات جمهور نادي الأهلي نفسه لكن الأهلي اللي لعب مباراة كبيرة جداً جداً وسيطر واستحوز وكان في منتقى الخطورة ويمكن تقلق الحرس المغربي وعدم التركيز في اللمسة الأخيرة عند مهاجمي النادي الأهلي هو اللي يمكن نوصل نتيجة لتنين واحد لكن أنا أعتقد أنها نتيجة طيبة جداً مش مرضية آه كان ممكن تبقى أفضل آه لكنها بالتأكيد مرجحة كافة النادي الأهلي من قبل التسعين ديئة اللي جاية ما تبتدي ترجمة نانسي قنقر